نستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بأفضل كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون لا يخفى على الناظر في أحوال مجتمع المسلمين اليوم التحول الكبير الذي وقع في عادات وتقاليد المجتمع وما وقع فيه أيضا من تحولات في أخلاق الناس وفي سلوك الناس الناس اليوم يتحدثون عما يعرف بمعركة القيم القيم جمع قيمة والمراد به المراد بالقيم أو بالقيمة هي مجموعة من القوانين ومجموعة من الضوابط التي تحكم حركة المجتمعات هذا تعريف مبسط للقيم القيم هي مجموعة من القوانين والضوابط التي تضبط حركة المجتمع تضبط الأفكار تضبط الناس تضبط حركاتهم تضبط تعاملهم مع الأشياء نحن المسلمين منذ أن أكرمنا الله عز وجل بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم رضينا بهذا القرآن دستورا وجاء فيه الحديث عن القيم وعن أفضل قيمة وعن أفضل ما يرشد إلى أحسن القيم بل إلى ما يرشد إلى أقوم القيم في قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لا يهدي القرآن إلى القيمة ولا يهدي إلى ما هو قيم وإنما يهدي إلى ما هو أقوم أي إذا افترضت هنالك قيما لأي مجتمع من المجتمعات فإن هذا القرآن جاء من أجل أن يهدي الناس ومن أجل أن يرشد الناس ومن أجل أن يوجه الناس إلى التي هي أقوى ما الذي حصل عندما تخلينا عن قيم القرآن عندما وصفنا قيم الدين بأنها التخلف عندما ربطنا التقدم والتنوير والتحديث بالتخلي عن الدين ومقوماته ما الذي حصل ضاعت مجموعة من القيم كانت تسود المجتمع مجتمعنا اليوم عرف تحولا كبيرا مجتمعنا قبل عشرين سنة فقط ليس هو المجتمع الذي نعيشه اليوم وسائل تيسرت صحيح الناس طوروا التكنولوجيا والصناعات الحديثة صحيح الإنسان استطاع أن يتغلب على مجموعة من الصعوبات المادية صحيح ولكن المصيبة هي أن هذا الإنسان بقدر ما استطاع التحديث في مجالات المادة بقدر ما تخلف أكثر في مجالات القيم لو تحدثت لكم عن قيمتين فقط عندما فقدناهما في المجتمع ما الذي حصل قيمة التسامح وقيمة التعفف أو العفة لاحظوا في قيمة التسامح مجتمعنا كان يؤمن بقول الله عز وجل فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فاعفوا عنهم هؤلاء ليسوا مسلمين هؤلاء ليسوا إخوة ولا أبناء ولا والدين وإنما هؤلاء أعداء ومع ذلك يتحدث القرآن بأسلوب الصفح والتسامح فيقولوا فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ويتحدث بمنطق العقوبة المنطق البشري من أساء إليك أن ترد إليه بمثل إساءته وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به لكن القرآن يعلمنا القيم قيمة التسامح فيقول ولئن صبرتم لهو خير للصابرين بمعنى أن لك حق الرد ولكن إذا تعففت عن الرد وأنت تستطيع فإن هذا هو الذي يعرف عندنا في الإسلام بالحلم وهو المذكور في قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا منطق البشر جزاء سيئة أي من أساء إليك أن ترد له بمثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن لم يسكت القرآن عند هذا قيم القرآن والتي هي أقوى في القرآن قال الله تعالى بعدها مباشرة وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله أين هي قيمة التسامح في المجتمع أين هي قيمة العفو وهو قريب من التسامح تحدث عن الأسرة الواقع أن ما يتلقاه الناس من تساؤلات وما يعرض على المحاكم من مشاكل بين الأقربين بين الرجل تجد الرجل يقف مع ابنه أمام القاضي في المحكمة وهذا الأمر لم يكن مستساغا في تقاليدنا نحن المغاربة المسلمين أبدا لأن منطق التسامح ما عاد له وجود في واقعنا فصار الرجل يقف أمام أبيه في المحكمة بل ويقف أمام أمه وربما وقف أمام إخوانه هذا كثير وأما أمام زوجته فحدث ولا حرج وأحيانا يقضي الزوجان عشرات السنين في العشر الزوجية ولهما أولاد وبعد ذلك يقف الزوج مع زوجته ضاربين عرض الحائط بالمودة والرحمة وسنوات المحبة التي كانت بينهما وفي بعض الأحيان من أجل أشياء تافها فيقف الناس أمام القاضي حتى لو وقع التسامح بعد ذلك حتى لو تنازل أحد الطرفين فإن الحياة بعد ذلك لا تعود إلى حياتها الطبيعية التي كانت عليها إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب القلوب عندما تتكسر القلوب عندما يقع فيها شرخ فإن من المستحيل أن تعاد إلى سابق عهدها يمكن أن ترقع يمكن أن ترسق ولكن أن تعود إلى سابق عهدها فلا أين التسامح بين الجيران لعلكم الآن تتذكرون خاصة من تجاوز من العمر الثلاثين والأربعين يتذكرون كيف كان الناس يعيشون تسامحا فيما بين الجيران ربما أخطأ أحدهم في حق الآخر لكن سرعان ما يقضيان على الخلاف في مهده ويتدخل الناس للإصلاح لكن للأسف واقع الناس المعاصر لأن الإنسان طغت عليه المادة لأن الإنسان لم يعد يتلقى من دينه فقط وإنما صارت عندنا اليوم مرجعيات صار الناس يتحدثون عن أن المرجعية ليست بالضرورة موحدة مرجعيتنا هي الإسلام مرجعيتنا هو القرآن أنقذنا الله بالقرآن من جاهلية جهلاء وبرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نتخلى عن هذه القيم وصلت مصيبة التسامح إلى أصحاب العلم طلاب العلم والمعرفة أين التسامح أين التسامح بين طلاب العلم عندما يصل الأمر إلى ليس إلى السب والشتم وهذا مرفوض في شرعنا ديننا يرفض إذاية الآخر مهما كان مهما كان مبدأه مهما كان اتجاهه مهما كان حتى دينه القرآن يأمرنا بالدعوة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لكن عندما يصل الأمر بين طلاب المعرفة والعلم في الجامعات يبدأ الأمر بالحقد داخل القلوب ثم بعد ذلك يصل إلى درجة الشتائم والسب واللعن ثم بعد ذلك يصل إلى درجة سفك الدماء أي وضع هذا؟ أي وضع هذا؟ إن طلبة العلم عبر تاريخ الإسلام عبر تاريخ المسلمين كان الذي يسود بينهم هو المحبة قد يكون بينهم تنافس نعم طلبة العلم عبر التاريخ كان بينهم تنافس شديد في تحصيل المعرفة لكن أن يصل إلى درجة رفع اليد عن الآخر أو إلى درجة إباحة دمه أو إلى درجة إذايته سواء باللسان أو باليد فهذا لم يكن أبداً لو قرأتم سيرة علماء الإسلام ولذلك أدعو الطلاب إلى أن يدرسوا سيرة العلماء لأن دراسة تراجم العلماء ليست مضيعة للوقت تجدون فيها القدوة وتجدون فيها النموذج الأفضل للتعايش نعم نختلف نعم الله تعالى قال اختلفوا ولذلك خلقهم نختلفوا في أشياء كثيرة ولكن لا ينبغي أن يكون الخلاف موصلاً لنا إلى أن نتناحر ونتقاتل لا يجوز أبداً بأي منطق وبأي ذريعة لا يجوز كان بين أشهب وابن القاسم رحمهما الله تعالى وهما طالبان نجيبان من طلاب الإمام مالك عليه رحمة الله الإمام مالك شيخهما معاً وأشهب وابن القاسم طالبان وفدا إلى المدينة من مصر ثم رجع بعد ذلك إلى وطنهما مصر وكان بينهما تنافس شديد وبين أشهب والإمام الشافعي كان بينهما تنافس أكبر ومع ذلك لم تكن العلاقة بينهما مقطوعة كان التنافس بينهما في تحصيل العلم من يتوصل إلى المعرفة من يستنبط الحكم الشرعي من يكون أكثر عمقاً في فهمه للآية أو للحديث أو لمسألة من مسائل الشريعة فكان بينهما تنافس شديد لكن مع ذلك عندما يذكر أشهب الابن للشافعي فيقول هو العالم الكبير وعندما يذكر الشافعي أمام أشهب يقول كذلك ويتحدث عنه بخير التنافس في مجال الامتحان وفي مجال الدراسة مشروع لكن التنافس في مجال الأفكار أن يكون بالكلمة بالحوار بالمناظرة هذا جيد جيد أن يتناظر الناس ما معنى المناظرة؟ أن تنظر أنت في رأيي وأن أنظر في رأيك أن أسمح لك بأن تتحدث وتسمح لي بأن أتحدث وأن ينظر كل منا في رأي الآخر بهدف أن نصل إلى نتيجة بهدف أن نصل إلى الحقيقة أما أن يأتي أحدنا وقد عبئ ذهنه بأفكار مغلوطة فيأتي من أجل أن يفرض ما يؤمن به وهو الباطل كل الباطل فهذا هو المشكلة هذه المصيبة إذن بدل أن يتحاور الناس نحن يعلمنا القرآن قيمة الحوار وهي داخل في قيمة التسامح أن نتحاور القرآن يتحدث عن الحوار في السياسة فيقول وأمرهم شورى بينهم ويأمر القائد محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول له وشاورهم في الأمر بل ويتحدث عن الحوار والتشاور حتى في أتفه الأشياء في تصور الناس لو أن امرأة كانت ترضع ولدها فأرادت أن تفطمه عن الرضاع هذا أمر عادي معظم الأمهات لا يستشرن الأباء في هذا الأمر حتى يجد الرجل ابنه يبكي فيقول ما شأنه فيتقول قد فطمته القرآن يقول لماذا لا يكون الأمر بالحوار لماذا لا نحسن تدبير أمورنا بالحوار والله لو أن الأزواج تعلموا الحوار وطريقة التحاور ولو أن الطلاب في الجامعات علمناهم الحوار وطرق التحاور أيضا والمناظرة ولو علمنا المجتمع كله ذلك لاستطعنا أن نتفادى أكثر من ثلثي المشاكل التي تقع في المجتمع أكثر من النصف بل من الثلثين من القضايا التي تكون في المحاكم تقول أحيانا إلى الصلح والمشكل هو أنه لم يكن هناك حوار بين الناس الله تعالى قال فإن أراد فصالا فإن أراد إرادة الرجل وإرادة المرأة فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما كونوا على يقين أيها الطلاب أنه لو أشيع الثقافة الحوار بيننا لأمكننا أن نتغلب على تسعين في المئة من مسائل الخلاف تبقى بعض القضايا إنسان يؤمن بالإسلام إنسان آخر والعياذ بالله يلحد بالإسلام إنسان آخر عنده ربما قناعة باتجاه من الاتجاهات الحديثة يمكن أن نتعايش ممكن ممكن أن نتعايش لا تحاول أن تفرض رأيك على أحد ولا يحاول أحد أن يفرض رأيه عليه إنما اعرض رأيك الحياة كلها معرض أفكار الحياة كلها معرض مذاهب وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالجامعات فالذي ينبغي هو أن يجلس الناس وأن يتحاور الناس وأن يرد الناس الأفكار حجة بحجة وكلمة بكلمة ولا ينفي ذلك أن يكون في جو حتى إذا لم يكن من المحبة لأنها صعبة في هذه المواقف أو المودة على الأقل في جو من التعايش لقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه قيمة التسامح لاحظوا إذن عندما فقدناها في المجتمع إلى أين وصل بنا الأمر وصل بنا الأمر إلى هذا القتل الذي صار يقع في الشوارع إنسان يقتل أخاه على قطعة أرض إنسان يقتل صديقة على أنه أخذ له صديقته وعشيقته إنسانة امرأة تقتل زوجها لأنه تزوج من امرأة ثانية رجل يقتل امرأة لأنه شك في خلقها أو في شك ما الذي وقع؟ ما الذي وقع عندما يدرس الإنسان ما يكتب وما ينشر في واقعنا من مصائب والله إن الإنسان يضع يده على قلبه إشفاقاً على هذا المجتمع الذي أكرمه الله بدين يخرجه به من الظلمات إلى النور لكنه للأسف بدل أن يأخذ بهذا الدين فإنه ترك القيمة الثانية قيمة العفة قارنوا أيها الإخوة بين مرحلة الثمانينات من القرن الماضي فقط مرحلة الثمانينات لا أقول الستينات ولا القرن الماضي ولا من عشرة قرون قارنوا بين الثمانينات وبين ما هو عليه الوضع اليوم ما الذي وقع؟ نعرف الأسباب الأسباب واضحة لكن نريد التغيير نريد التمسك بديننا الله تعالى يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم إياك أن يخدعك إنسان بشيء اسمه حداثة وهو يعني بذلك الخمر والمجون والعري وهذه الأشياء احذر أن يخدعك إنسان باسم التنوير أو باسم التقدم أو باسم التحضر وهو يريد أن يأخذك إلى حمأة الخطيئة والمعصية احذر اعلم أنك كما قال الله عز وجل فإنك على صراط مستقيم الله تعالى يؤكد لك وهذا هو الفرق بين مرجعية المسلم ومرجعية غير المسلم مرجعية المسلم يتأكد من أحقيتها لأنها من الله بينما مرجعية البشر مرجعيات بشرية أهواء بشر تختلف على حسب مصالح هذا البشر ألم يخرج علينا من الناس من يدعم الشذوذ الجنسي اللواط والعياذ بالله ويقول إنه حق من حقوق الإنسان هذا داخل في الحريات وداخل في منظومة الديمقراطية قبح الله الديمقراطية إذا كانت تدفع في اتجاه الشذوذ ولا قرب الله إلينا شيئا اسمه حقوق الإنسان إذا كانت تعني حق الإنسان في أن يمارس اللواط والشذوذ وكل هذه القبائح التي جاءتنا من مجتمعات غريبة حتى لو كانت في بعض أفراد مجتمعنا كانت أمورا مسكوتا عليها ليس لأنها لا تناقش ولكن لأن أصحابها كانوا يخجلون من الظهور في المجتمع لكن اليوم صاروا يخرجون في الشارع ويطالبون بحقوقهم ويطالبون بالاعتراف بهم ويأتي أدعياء حقوق الإنسان من أجل الدفاع عنهم ومن أجل الحديث عنهم معركة القيم أيها الإخوة معركة إذن خطيرة عندما يصل الأمر بالقيم في المجتمع إلى أن تداس بهذه الطريقة التي تداس بها في الإعلام الإعلام للأسف يسهم في الدوس على هذه القيم العرس والزواج عندنا في الإسلام رباط مقدس الله تعالى قال وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً عادات المغاربة النابعة من الإسلام من الشريعة الإسلامية عادات محترمة فيها الإكرام فيها الفرح فيها السرور ولكن في الوقت ذاته فيها الحياء فيها العفة فيها الطهر وتأخذ العروس إلى بيت زوجها معززة مكرمة ويعيش الناس الفرح نحن نسمي العرس فرحاً لكن عندما يأتيك بعضهم في برامج فتعتل ما يسمى بالعرائس ويأتون أمام الملأ أمام الناس وكل منهم يعرض زوجته أمام الآخرين والجميع يشاهد ثم بعد ذلك يختمونها بالفجور فيأتي أحدهم يعانق زوجة الآخر والعياذ بالله وهذا يعانق زوجة الآخر ما الذي بقي من أجل النصير أوروبيين ما الذي بقي لنا من أجل النصير أوروبيين يعانق أحدهم زوجة الآخر أي مسخ هذا أي قذارة وصل إليها المجتمع أين قيم المجتمع أين أخلاقنا أين آدابنا إن الرجل كانت تأخذه الغيرة وقد حكيت لكم عن سيدنا سعد رضي الله عنه والذي نزل في شأنه قضية آيات اللعان فقال له يا رسول الله أجد الرجل مع امرأتي ثم بعد ذلك أنتظر لآتي بأربعة شهود والله لفعلت وفعلت وفعلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا سعد لأنا أغير منك ولله أغير مني الغيرة أين ضاعت الغيرة في المجتمع أين ضاعت غيرة المجتمع أين غيرة الرجال أين غيرة النساء أين غيرة الأمهات والأمهات يشاهدن هذه الأوضاع المخلة رجل يعانق زوجة الآخر والآخر يعانق زوجته في بعض الاحتفالات في أوروبا في رأس السنة عندهم في بعض الاحتفالات تصل الأمور كما قرأنا في بعض الصحف أن أحدهم يأخذ مفتاح سيارة الآخر بعد أن يشبع خمرا ثم يذهب كل منهم يضاجع زوجة صاحبه لكن يشك الأمر أن يصل عندنا عندما يصل الأمر عندنا إلى التقبيل والمعانق لزوجة الآخر أمامه وهو يشاهد فماذا ننتظر لذلك مصيبة أيها الإخوة مصيبة هذا الأمر الذي يقع في مجتمعنا الرجل عندنا كان يستحي لاحظوا كيف تدخل القيم كيف يلعب الإعلام على قيم المجتمع الرجل عندنا كان يستحي أن يرى امرأة تعرض إعلانا لشيء من الأشياء لشيء يستحي إذا كانت عارية أو إذا كانت قد عرّت شيئا من رأسها وخصوصا إذا كان مع أبيه أو مع ابنه أو مع ابنته لكن اليوم صار الأمر مختلفا وقع التطبيع وقع التطبيع مع الفجور ومع المعاصي فصار الإنسان يتفرج يشاهد الرجل مع ابنته يشاهدان معا مسلسلا فيه العري وفيه القبولات وفيه أشياء فضيعة وفيه حتى إعلانات لما كانت المرأة تستحي أن تتحدث عنه صارت الإعلانات الآن أمام الملأة ويشاهد الرجال والنساء والآباء والأمهات هذا هو الذي أفقد الحياء في المجتمع هذا هو الذي جعل المجتمع يفقد مناعة وصار بعد ذلك الناس يتحدثون عن أشياء ما صرنا نستغرب الآن عندما نقرأ في صحيفة أن فلان وقع له كذا وفلان حدث لها كذا لأن الأمور صارت عادية في المجتمع وهكذا تصنع الأعراف بدل أعرافنا التي كانت تملأها العفة وتملأها الصيانة حتى الجاهلية للأسف ما كانت على مثل هذا الوضع والله ما كانت لقد درسنا شيئا من الأدب الجاهلي ووالله ما كان الوضع فيه مثل ما عليه الناس اليوم هل ترون في واقع الناس اليوم ما كان يقوله عن طرط بن شداد وأغض طرفي إن بدك لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها أين هو؟ أين غض الطرف عندما تبدو الجارة؟ في مجتمع صار الرجل فيه يزني بحليل تجاره وقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا عن أخطر الخطر أن يزاني الرجل حليل تجاره الزنا زنا ولكنه مع امرأة الجار أخطر لأن الجار موضع ثقة جاره وأين نحن؟ أنا لا أحدثكم الآن عن أحاديث رسول الله ولا عن آيات القرآن الكريم لأن هذه في ديننا واضحة لكن الجاهلية وكان الناس في بعض الأحيان أحسن حالا في قضايا العفة حاتم الطائي كان في الجاهلية وكان يقول إذا ما بدت أختل عرس جاري ليخفيني الظلام فلا خفيت أأفضح جارتي وأخون جاري فلا والله أفعل ما حييت هذه قيم إيجابية لأن المجتمع الجاهلي كانت فيه قيم سلبية نعم ولكن كانت فيه قيم إيجابية الكرم الأنفة العدم الترك الآخر ونصرة الآخر هذه قيم كانت إيجابية لذلك أيها الإخوة نحن محتاجون إذن إلى أن نتمسك بقيمنا إلى أن نتمسك بديننا قد يسميك البعض متشدداً قد يسميك البعض متزمتاً قد يسميك البعض أصولياً قد يسميك البعض رجعياً هذه المصطلحات كلها إذا كانت تتوافق مع ديننا إذا كانت في شأن شيء جاء به ديننا فمرحباً بها أما أن أسمى متقدماً أو متحضراً أو متنوراً أو منفتحاً أو حراً أو ما أشبه ذلك في غير ظل شريعة ربي فلا حي الله كل هذه الشعارات لذلك ديننا إذن يدعو إلى التي هي أقوى يدعو إلى التعفف يدعو إلى التسامح يدعو إلى الحوار يدعو إلى الكلمة الطيبة وبذلك نجح مجتمعنا وبذلك ينجح بإذن الله فلذلك نحتاج أيها الإخوة إلى عودة حقيقية إلى قيم الإسلام وإلى ثقافة الإسلام وإلى شريعة الإسلام عسانا أن نصلح شيئاً أو عسانا أن نصلح شيئاً مما فسد أسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه يرد جميلة أقول هذا القول أيها الإخوة وأستغفر الله لي ولكم إنه والغفور الرحيم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله رحمته المهدى ونعمته المسدى وسراجه المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأيها الإخوة من أجل أن أختم هذا الموضوع في قضية القيم لا بد أن أذكركم بأهم علاج وهو ضرورة المراقبة ضرورة التربية ضرورة التحصين أطفالكم يحتاجون إلى تحصين منذ الصغر يحتاجون إلى رعاية أكبر أنا أحذر أيها الإخوة لأن الآباء تخلوا عن واجبهم في التربية والأمهات أيضًا تخلينا عن واجبهن في التربية فصار الأطفال يعيشون في جزر معزولة كل طفل الآن في معظم البيوت وخصوصًا البيوت الميسورة كل واحد منهم له حاسوبه الخاص أو له هاتف ذكي خاص ولديه خط متصل داخل البيت من أجل الصبيب الأفضل للأنترنت هذه أشياء لا تنكر لا يمكن أن تحارب لا أقول لكم أخرجوا هذا لا لا يقول به عاقل لكن أقول لكم اضبطوا أولادكم راقبوا أولادكم وما يشاهدون وجهوهم أعطوهم وقتًا اجلسوا إليهم حدثوهم ماذا يشاهدون وماذا يتابعون بل لا أقول فقط أولاد الأغنياء أولاد الفقراء ربما أشنع أمراً لماذا؟ لأنهم لا يجدون هذه الأمور متوفرةً في البيت فيخرجون إلى مقاهي الأنترنت يخرجون إلى هذه المحلات التي جعلت رهن أرهن إشارتهم للإبحار في المواقع وقد حدثني أحد أصحاب هذه المحلات وهو يشعر بالحرج قال لي إني أشعر بحرج لأنني أحاول توجيه هؤلاء الشباب والفقراء خصوصًا لكنهم كما حدثني يبيتون إلى وقتٍ متأخرٍ من الليل يشاهدون أحد أمرين إما المواقع الإباحية وإما المواقع العنفية مواقع العنف القتل أفلام الرعب هذه الأشياء التي يتابعوها كيف تريد لمجتمع يعيش أطفاله هذه التربية؟ ينشأ أطفاله على العنف وعلى الخلاعة والإباحية كيف تريد لهذا المجتمع أن يعيش؟ لذلك هؤلاء أنا قلت لهذا الأخ قلت له إنك تتحمل جزءًا من المسؤولية نعم لأنك تيسر لهؤلاء الشباب سبيل الفاحشة وسبيل العنف لأنه يتعلم ليلاً عندك العنف والفساد الأخلاقي ثم ينهض في الصباح فيبحث عن ما يطبق أخذ عندك النظر فيحتاج إلى العمل ربما ذهب إلى أحد أقاربه ولذلك صرتم تسمعون عن زين المحارم والعياذ بالله صرتم تسمعون عن الاغتصاب صرتم تسمعون عن الاختطاف صرتم تسمعون عن القتل صرتم تسمعون عن كل هذه المصطلحات التي ما كانت في قاموس قيمنا لذلك يجب أن يتخذ كل منكم حذرة ويجب أن يقوم كل منكم بواجبه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته فاللهم رد بنا إلى دينك ردًا جميلًا اللهم رد بشبابنا إلى دينك ردًا جميلًا اللهم احفظنا في شبابنا اللهم احفظنا في نسائنا اللهم احفظنا في رجالنا اللهم احفظنا في مجتمعنا اللهم احفظنا في قيمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا واصطر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راضٍ عننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اصر الإسلام وعز المسلمين اللهم اصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين اللهم موفق المسلمين جميعاً لما تحبه وترضاه ورد بهم إلى دينك رداً جميلاً يا رب العالمين إحدى الأخوات ترجو منكم الدعاء لها بقضاء الحاجة المرض اللهم اقضي حاجتها وحوائج المحتاجين اللهم اقضي حوائج المسلمين اللهم اقضي حوائج المسلمين جميعا برحمتك يا رحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار ايها الاخوة يزورون اليوم ايضا اخوة لنا يبنون مسجدا لهم وهو قريب منكم في حي السعادة بين حي السعادة وحي السلام مسجد طيبة وقد زارون اليوم زارون قبل هذا اليوم وزارون اليوم ايضا من اجل ان تساعدوهم بما اكرمكم الله لا تتضجروا من هذا الامر ابدا ومن انفق فليكن على يقين بان الله عز وجل سيخلف له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه هم الان تجاوزوا المراحل الكبرى في بناء هذا المسجد ويحاولون ان يكملوه من اجل ان يؤدوا فيه الصلاوات الخمس ومن اجل ان يستمعوا فيه لخطب الجمعات ومن اجل ان ينشأ اطفالهم في احضان بيوت الله يتعلمون القرآن ويتعلمون السنة نسأل الله ان يجزي القائمين على كل هذه المساجد خير الجزاء يمعرون وجوههم ويقفون امام المساجد ليس من اجل ان يستفيدوا شيئا لجيوبهم ولا اولادهم ولكن من اجل ان يقوموا نيابة عننا بالفرد من اجل بناء بيوت الله فاسأل الله تعالى ان ينفق وان يخلف على كل من اعانهم في تشييد هذا المسجد وفي تشييد مساجد كل المدينة ومساجد كل الوطن ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار وفق اللهم امير المؤمنين محمدا السادس ما تحبه وترضاه اريل حق حقا وارزقه اتباعه وآله الباطل باطلا وارزقه اجتنابه هيئله اللهم بطانة صالحة تقود بناصيته لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والاخرة آمين 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 وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة اجمعين خصوصا خلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعنسير اصحاب رسول الله اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله اشتركوا في القناة